لنفترض أنك بحاجة شديدة للمال ويمكنني إقراض الآخرين لأنني أملك الكثير من المال هذا أنا وهذا العقد المصنوع من الذهب قد تأتي إلي وتسألني يا سلمان أنا بحاجة إلى عشرة ألف دولار للقيام بعملية زراعتك ليا هل تستطيع أن تقريضني هذا المبلغ؟ إذن لقد ذكرنا أنك بحاجة إلى عشرة ألف دولار وأنني قادر على إقراض هذا المبلغ سأخبرك بالتأكيد أبي أنني أرغب بإقراضك هذا المبلغ ولكننا كما تعلم نعاني من اقتصاد سيء ولا أعلم أين أو كيف سأحصل على مالي مرة أخرى كما أنني لست متأكد من أنك ستستمر بالعمل في وظيفتك بعد أن تخضر لي هذه العملية وبالطبع أنا حريص كل الحرص على مالي وأود التأكد من أنك ستعويده إلي وبعد أن نفكر قليلا بهذا الموضوع سنفترض أنني أخبرتك التالي تبدو الساعة الملتفة حول معصبك جميلة ثم تسأل أنت قائلا هل تقصد هذه الساعة؟ دعوني أرسم الساعة ومن ثم سأرد عليك قائلا أجل هذه الساعة وستخبروني عندها بأن جد جد قد أهداك هذه الساعة وأن ساعة ثمينة ومرصعة بالألماس وتبلغ قيمتها 30 ألف دولار أنا أعلم ذلك جيدا حيثي أملك ذهبا وألماسا وما شابه وسنفترض أنني سأخبرك مما يلي أنا أثق بك وأنت تثق بنفسك لذلك سأقرضك العشرة ألاف دولار ولكن كي نتأكد من موضوح الاتفاق لما لا تترك هذه الساعة معي وعندما تدفع المبلغ الذي ستقترضه مني بالإضافة لفائدة قليلة وليتكون عشرة بالمئة كل أسبوع بغض النظري عن موعد السدد سأعيد لك ساعتك هذه وسترد علي الاقتراح كالتالي لست متأكد من هذا الموضوع حيث تبدو نسبة الفائدة عشرة بالمئة كبيرة ثم سأرد عليك قائلا سوف تقترض هذا المبلغ العملية فقط ومن ثم ستعود إلى عملك وتعيد المبلغ إليه في غضون أسبوعين وكما تعلمون فإن فائدة سنبنسبة عشرة بالمئة الكبيرة لأنه عند جمع هذه النسبة على مدارعة من كامل سنحصل على المعدل فائدة كبيرة للغاية ولكنك بحاجة شديدة للمال لإجراء العملية سأخبرك بما يلي بما أنك واثق من أنك ستعيد المبلغ فإنك أيضا ستحصل على ساعتك مرة أخرى إذن أين المشكلة هنا؟ لما لا تدع ساعتك هذه معي كضمان؟ سنفترض أنك وفقت على ذلك وستترك ساعتك معي ستجري العملية وستحاول أن تعمل جاهدا لإعادة المبلغ إلا أنك لن تستطيع ولهذا سأبقي الساعة معي هكذا في الحقيقة ستتم عملية الإقراض حيث سترهن ساعتك لي مقابل الحصول على القرض وقد وفقت على إعطاك القرض لأنني كنت متأكد أنك إن لم تعود المبلغ يمكنني عندها الاحتفاظ بهذه الساعة وهذا غالبا ما يحدث في القطاعات الناجحة نوعا ما في اقتصادنا حيث يعطيك المصرف قرضا ما ويقوم المصرف بضمان حقا من خلال رهن المنزل ففي حال عدم قدرتك على استداد المبلغ سيحتفظ المصرف بالمنزل كما أن المصرف حريص على دفع عربون دفعة أولية مقابل الحصول على القرض وذلك لأنه إذا انخفضت قمة المنزل يمكن المصرف تستداد مرضى ضم حقه كما رأيتم أن عملية إسمام هذا القرض مباشرة جدا والتي بموجبها أعطيك مبلغ من المال مقابل ضمان علي وعند إعادة المبلغ أعيد لك الضمان ولكن ماذا لو كنا نتحدث عن أمثلة حقيقية أنا كمقرض لا أحبذ فكرة الضمان أريد أن أمتلك الرهان بشكل مباشر في حال عاجتت عن مقرض عن إعادة المال لا أريد أن تستجوب من السرطات حول مصدر هذه الساعة وكيف حصلت عليها وقد اعتقد البعض أنني سرقتها من أحد ما الأمر الذي قد يحدث مشكلة كبيرة وبهذا سأكون قد تورطت في معاملات مشبوهة إذن أريد أن أتأكد الآن من أن هذه الساعة ستصبح ملكا لي في حال لم تتمكن أنت من سداد المبلغ الذي اقترطته وبالتالي بدل من الخوض بهذه المعاملات المشبوهة يمكننا إتمام هذه الصفقة بشكل أفضل هذا هو أنت وهذا أنا بهذه القبعة وهذا الشرب وهذا هو الأكتو ذهبي لحصول على ملكية الساعة سأشتري هذه الساعة منك أي ستنتقل ملكية هذه الساعة من ملكيتك إلى ملكيتي سأشتري هذه الساعة منك لقاء عشرة ألف دولار ومن ثم سأمتلك هذه الساعة وفي نفس الوقت سنبرم اتفاقية جنبية لإتمام هذه الصفقة حيث الآن لا يوجد فرق تقريبا بين هذه الحالة والحالة السابقة الفرق الوحيد بين العملتين أنني أبيع المال في هذه الحالة لك حيث ستشتري الساعة منك أي أنها عبارة عن عملية دفع النقدي فلم تكن بمثابة القرض على وجه التحديد لكن لا تختلف هذه العملية السابقة تقريبا في الحالة الأولى أعطيتني الساعة كضمان القرض وأقرضك عشرة ألف دولار وفي هذه الحالة أعطيتني الساعة وأعطيك عشرة ألف دولار ولكن يكون الفرق الذي سنضيفه إلى هذه العملية في الاتفاقية سنفترض أن هذا الجزء الأول من هذه الصفقة ثم بموجب هذه الاتفاقية سوافق على بيعك الساعة وستوافق أن تعليش رأيها مني مقابل مبلغ ما يزيد عن عشرة ألف دولار بمعنى آخر ستعيد إلي المبلغ الذي اقترته مني وهو عشرة ألف دولار بإضافة إلى مبلغ ما بدلا من الفائدة ببساطة سأحصل على مالي مرة أخرى وستسترد أنت ساعتك مرة أخرى وإذا فكرتم بليا بهذه العملية ستجدونها مشابهة تماما للعملية السابقة من الجانب الاقتصادي فقد أعطيتك عشرة ألف دولار وأعطيتني أنت الساعة كضمان وعندما تعيد المبلغ العشرة ألف دولار مع فائدة سأعود لك الساعة وفي جميع الأحوال لا أحضر ملكية حقيقية قانونية لهذه الساعة ففي الحالة سيحدث نفس الأمر حيث سأعطيك المبلغ وتعطيني الساعة لكن في هذه الحالة سأكون قد اشتركت الساعة منك وبحظة سند شراء ما يعني أنني المالك الحقيقي لهذه الساعة في حين لك الحق في الحصول على المبلغ الذي اقتردته لكن يجب أن تذكر هنا أنه تم عقد اتفاقية وفقنا بمجملها أن تكون بعادة شراء الساعة مني مقابل عشرة ألف دولار بالإضافة إلى مبلغ محدد بمثابته فائدة بعبارة أخرى كانت هذه العملية بمثابة قرض بضمان الساعة ولكن يقوم الفارق الحقيقي هنا في أنه بدل من أعطي الساعة كضمان فقد بعطني إياها وبعد ذلك اتفقنا على إعادة شراء الساعة مني أي تم إبرام اتفاقية إعادة الشراء والتي اتفقنا بمجملها على شراء الساعة عند سار محدد وفي هذه الحالة أنا من يحمل هذه الاتفاقية وبالتالي أنا أملك الساعة واتفاقية إعادة الشراء والتي يطلق عليها الريبو إذن تعود ملكية هذه الساعة والأصول بما في ذلك الساعة واتفاقية إعادة الشراء إلي وفي المقابل ستحصل أنت على المبلغ بموجب ما يسمى باتفاقية إعادة الشراء العكسي بالنسبة إليك ولكن تتلخص الفكرة الرئيسية لهذه الاتفاقية في أنها تجبرني على إعادة بيع الساعة مقابل المبلغ الذي اقترته مني مع زيادتي أو فائدة أي أن هذه الاتفاقية عبارة عن قز آجل وهي عبارة عن اتفاقية تلزم المالك على البيع عند سار ما في المستقبل وقدمت لكم كافة هذه الأمثلة لواضح لكم العملية التي يتبع الفيدرالي عند الإقراض خاصة فيما يتعلق بأمليات نافذة الخزم ففي بعض الأحيان تسمى هذه الاتفاقية باتفاقية عادة الشراء وبالتالي عندما يود وصلي فما أن يقترض من المصرف الفيدرالي دعوني أولا أن نرسم الموازنة العمومية سنفترض أن هذه الموازنة الخاصة بمصرف بحاجة لمال وكالعادة يمتلك هذا المصرف بعض الرأس المال الخاص به كما يحترض بعض الاتزامات ويمتلك كثيرا من الأصول لنفترض أن هذه الجزئية تمثل سندات الخزينة وعلى رغم من كافة هذه الممتلكات إلا أنه لا يمتلك نقطة على الإطلاق ودعونا أن يتم موازنة العمومية للمصرف الاحتياطي الفيدرالي على الجانب المقابل لنفترض أن هذا الجزء يمثل أوراق الخزينة التي يمتلكها المصرف ويقع على أهتك بعض الاتزامات في هذا الجانب وأخيرا يمتلك رأس المال الخاص به ودعونا نفترض أنك أحد المصارف المنبوذة ولا يريد أحد أن يقرضك علاوة على أن المدعين قد بدوا بسحب ودائعهم من مصرفك وبالتالي أنت بحاجة إلى تحويل بعض الأوراق الخزينة هذه إلى النقض في حين لا تريد أن تبيع هذه الأوراق في السوق بسعر بخص قد يوجد هناك بعض الأصول الأخرى الأقل سيولة لكن إذا تسرأت ببيعهم فقد لا تحصل على القيمة التي تريدها إذن ستقوم في هذه الحالة بعقل اتفاقية عادة شراء مع الاحتياطي الفيدرالي هذا هو المصرف الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى عندما تقارير الاقتراض عبر نافذ الخصم قد تبلغ نسبة الفائدة التي ستدفعها الاحتياطي الفيدرالي 5% سنويا لا أود أن أخوض في هذه التفاصيل الآن إذن قد تطلب قروضا من الاحتياطي الفيدرالي وقد يوافق الاحتياطي على إقراضك لذا سيقوم بطبعة بعض النقض الذي تحتاجه تعبر هذه الاتجوزية عن الالتزامات الاحتياطية القائمة وهنا سيطبع الفيدرالي بعض أوراق النقض ولكن بدلا من إقراضك هذه الأوراق النقدية وأن تعطي أوراق الخزينة هذه كضمانات سيعقد الاحتياطي الفيدرالي اتفاقية عادة شراء معك بمعنى آخر سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بشراء هذه الأوراق منك دعوني أنسخ جزية أوراق الخزينة هذه عفوا سوف أنسخ جزية أوراق النقد التي سيطبعها الفيدرالي سنتقل أوراق النقد التي طبع الاحتياطي الفيدرالي من ملكيته إلى ملكيتك وبالمثل ستنتقل أوراق الحزينة التي تحتفظ بها إلى ملكية الاحتياطية الفيدرالي وببساطة قام المصرف الفيدرالي بطباعة بعض النقد واشترابه أوراق الخزينة مينك وبالتالي ستتحول هذه الجزئية لأوراق الخزينة التي كان يحتفظ بها هذا المصرف وفي الوقت ذاته تم عقد اتفاقية بينك وبين الاحتياطي الفيدرالي والتي توافق بمجابيها على عادة شراء أوراق الخزينة مقابل أن تدفع المبلغ الذي دفعتها الخزينة لكن بالإضافة لنسبة معينة من الفائدة يمكن أن يتلخص الفكرة الرئيسية هنا فيما يلي إن هذه العملية عبارة عن قرض تحصل بمقتضاء على هذه الكمية من النقد من الاحتياطي في حين يقوم الاحتياط الفيدرالي باحتفظ بأوراق الخزينة الخاصة بك كضمانات علما بأن الملك الحقيقي لهذه الأوراق في هذه الحالة ستصبح الفيدرالي وهذا هو ما يمزي اتفاقية عادة شراء الريبو عن قروض المضمونة التقليدية وفي المستقبل ستشتري أوراق الخزينة هذه مرة أخرى مقابل المبلغ الأصلي الذي دفعه لك الاحتياط الفيدرالي بالإضافة لمعدل ما من الفائدة ستدفع وأنت الفائدة وسيتم تحتد هذه الفائدة من خلال معدل الخصم على أي حال سنوقع نظرة عن موازنة العمومية للمصرف الاحتياطي الفيدرالي في الفيديو القادم